أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى فعليات المرحلة الأولى لبدء تطبيق التمكين الاقتصادي من محافظة الفيوم لتسليم المشروعات الصغيرة والأكشاك للحالات المستحقة للدعم لبدء مشروعاتهم الخاصة وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي كما يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة مع جمعية الأرمان لتفعيل برتوكول التعاون المبرم بينهما لتنفيذ ألفي مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة المحافظات وأكدت المؤسسة أن المرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم على قائمة أولوياتها في تطبيق التمكين الاقتصادي للحالات المستحقة للدعم